يا صباح الهنة صباح الرزق وصباح الخير اللي معانا نهاية الأسبوع لكن بداية تحدي جديد للنادي الأهلي وتحدي قوي جدا بإذن الله يوم الجمعة أنا هخش في الموضوع على طول وحكلم عن الاستعدادات وحنطمن حضراتكم وزي ما كنت بقول مبارح أنا وكريم إحنا على قناة النادي الأهلي بإذن الله لحظة بلحظة بنغطي لحضراتكم كواليس يا كواليس عفواً البعثة وكل ما يدور كمان لحد إن شاء الله المباراة والتغطية اللي قبله والتغطية اللي بعده وبإذن الله هذه المباراة تكلل بالنجاح لأنه هو ده المتوقع بإذن الله من النادي الأهلي بارح خليني أقول لحضراتكم كواليس ما قبل السفر هو كان واصل النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتشو ده طبعا في إطار التحضير لمباراة الزمالك ونتكلم عن نهائي كاسموس بس بنسخة وبشكل وبطعم مختلف البعثة بإذن الله هتغادر النهاردة للسعودية وحنتابع طبعا زي كنت بقول مع حضراتكم أول بأول كل ما يدار وحتى وهم في المطار في الطيارة أو الوصول مين اللي حيستقبلهم لما يروحوا الفندق وكل الكلام ده إن شاء الله هنغطيه على مدار اليوم بإذن الله وكواليس البعثة وزي ما حضراتكم شايفين بعض اللقطات دي اللي كانت منذ دقائق قليلة جدا طبعا من عندنا قناة الأهلي السيد إيهاب الخطيب مهندس محمد الضماطي رئيس البعثة دكروري طبعا مخرجنا يعني كل من هو مهتم وكل من هو معني هيكون متواجد مع البعثة بإذن الله تكون يعني سفرية من بدايتها الأخير هي مكللة بالنجاح بإذن الله هي يمكن البعض يقول لك حاجة بسيطة ممكن البعض يقول لك مباراة سهلة بالنسبة للنادي الأهلي لكن الكلام ده مش حقيقي هي ممكن تكون مباراة سهلة للنادي الأهلي لأنه هو النادي الأهلي في طبيعته لكن في طبيعة برضو الأمر لو جيت بسط لها من زوايا مختلفة لا معلش المباراة قوية جدا أنت بتشهد دلوقتي تحدي أكبر لأن فيه استقرار فني أصبح عند الفرقتين فيه استقرار إداري أصبح عند الفرقتين أنت يمكن السنوات اللي فاتت والقمم اللي فاتت كان فيه بعض التزبزب ربما فيه نادي من الأندية أنا مش عايزة أتكلم تحديدا عن نادي الزمالك بس كان الوضع كده يا حضراتكو أكيد متابعين وعارفين واللي بيتفرج علينا فهم أنا بتكلم في إيه لكن دلوقتي الموضوع مختلف نادي الزمالك داخل وعنده تحدي كبير جدا أكون أو لا أكون زي ما كنت بقول لحضراتكو ضربة البداية بالنسبة لهم مهمة جدا الناس عايزة تعرف المجلس الجديد ليه نادي الزمالك باللعيبة الجديدة بالمركاتو الجديد بعد طبعا فترة القيد والمشاكل اللي كانت عليها وغيره طب الزمالك حيرجع لنا زي ما احنا نعرفه نادي الزمالك ولا لسه فيه تراجع خليني يقول لحضراتكم ما فيش حد بيقف على رجله برضو مرة واحدة يعني محدش يعتقد مثلا بعد فترة رجوع أو ركود شوية لنادي الزمالك ويطلب بعض الوقت وده بيحصل للأندية الكبرى العالمية فطبيعي جدا أن نادي الزمالك وإن كان حتى لن يظهر بالمشهد الأفضل ليه في هذه المباراة ولو أني أنا أعتقد هيظهره بمشهد محترم جدا لكن احنا برضو بنقول وبنشوف وبنتوقع الفترة اللي جاية والمباريات اللي جاية والبطولات اللي جاية مع الاستقرار الإداري أعتقد برضو هيعمله شغل محترم وليه أنا بقول الكلام ده لأن ده في صالح النادي الأهلي بالمناسبة ممكن حد الوقت يسمعني يقولي أنا واند وانت تكايمي عن الأهلي ولا الزمالك لا أنا بتكلم عن الأهلي لأن كل ده مرتبط في الآخر بنجاح النادي الأهلي قلت لحضراتكم ده قبل كده النادي الأهلي مش عايز يكون هو رقم واحد بدون مجهود احنا كنا بنحصل دايما على المراكز الأولى بس بنحصل عليها بمجهودنا بالتنافسية الشديدة مش هقول برعب المنافس ليك بس بالحساب الكبير الفريق المنافس بتاعك بيبقى عامله انت النادي الأهلي فأي حد بيلعبك عايز يبقى زيك عايز يعديك في الأرقام وفي التاريخ ولو ان ده صعب يعني بس المحاولات اعتقد مشروعة جدا وشريفة جدا فهي دي النقطة خلينا نرجع تاني ومبارح كولر وقول لحضراتكم برضو كواليس مدار اجتمع باللعبين وعقد محاضرة كانت مهمة جدا فنية بالفيديو بعدها خاض اللعبين من مران بدني وفني متنوعوي كمان اطمن حضراتكم على رباع حراس المار مبتوعنا ادوا التدريبات بتاعتهم منفردة تحت اشراف طبعا العظيم ميشيل يانكون مدرب الحراس وخلينا نقول مواجهات الاهلي والزمالك حتكون بإذن الله بمدينة الرياض مساء يوم الجمعة تحديدا حسب ما انا عرفة سبعة ونص بتوقيتنا تمانية ونص بتوقيت يعني السعودية وهو هرجع اقول تاني الحدث الرياضي الابرز اللي الكل في حالة شغف في حالة انتظار عشان نشوف نهائي كبير جدا وتكون احتفالية كمان كبيرة وحدث فريد خلينا نقول عايزين نشوف متعة كروية بالتأكيد عايزين نشوف متعة كروية بالتأكيد ونشوف نادي الزمالك بيتقالك بالصفقات بتاعته الجديدة وبنشوف كورة حلوة وفنيات حلوة وتاكتك حلو وخلينا يقول لحضراتكم كمان انا مش عايزة المباراة دي تنتهي في الدقاءة الاولى يعني انا مش عايزة ان احنا كنادي اهلي مثلا نحسمها في الدقاءة الاولى أنا عايزة أستمتع بالمباراة وفي الآخر أفوز زي ما النادي الأهلي معرفني وزي ما النادي الأهلي يعني معودنا خلينا نقول من المناسبة كمان خلينا أقول يعني للي مش عارف أو اللي حابب أنه هو يعرف لأ هيكون فيه مفاجآت كتيرة جدا للجماهير سواء اللي هتحضر في الملعب أو اللي هيتابعه كمان عبر الشاشات لأن هي المرة دي فعلا مش مجرد مباراة ونهائي كاس وخلاص لأ أنت بتتكلم على احتفالية كبيرة جدا على كل المستويات مواجهة بين قدبي القرى المصرية مرة دي حدث فعلا فريد في ضل أجواء إيجابية جدا بإذن الله بين الناديين والجمهور ومش بس أجواء إيجابية من ساعة الصفر لا 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 أجواء إيجابية من قبل الصفر من الفترة اللي فاتت من الزيارة المحترمة اللي حصلت من التناغم الحلو والاحترام المتبادل بين يعني رؤساء الناديين لا كلها كانت أجواء محترمة جدا الحقيقة وهو ده اللي احنا كنا نعرف وبالتالي أعتقد ده حيكون لي انعكاسات كبيرة جدا على الجماهير فكل التوفيق إن شاء الله عايزين نشوف تاني مباراة قوية وإن شاء الله